غداً الاثنين هو أول شهر رمضان المبارك أعاده الله على المسلمين واللبنانيين بالخير والبركة وبعكس ما كان متوقعاً فأن هلال رمضان ظهر من دون أن يظهر في الأفق ما يشير إلى أن الهدنة الرمضانية ستأتي فإسرائيل تتشدد في غزة كما في لبنان في القطاع تواصل القصف الإسرائيلي ليرتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 31 ألف ضحية والواضح أن رئيس حكومة إسرائيل لا يريد إيقاف ألة الحرب لأن إيقافها قد يعني نهايته السياسية وهو ما حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن على انتقاد نتنياهو بشدة معتبراً أنه يضر بإسرائيل وأن عليه أيوليا مزيداً من الاهتمام بأرواح الأبرياء في لبنان العمليات العسكرية مستمرة كذلك التهديدات الإسرائيلية وجديدها ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت عن مسؤول في القيادة الشمالية الإسرائيلية من أن الجيش الإسرائيلي يعزز استعداداته لشن هجوم في لبنان وتغيير الوضع ويقابل الخطر العسكري تعثر سياسي إذ لا يبدو أن تكتول الاعتدال سينجح في تحقيق خرق ما على الصعيد الرئاسي وذلك نتيجة تصلب ثناء أمل حزب الله وفي الإطار ستسعى لجنة الصفراء الخمسة إلى عقد سلسلة مشاورات مع القيادات السياسية علّها تخرج الاستحقاق الرئاسي من دائرة المراوحة واللافت أيضا رئاسيا الحراك القطري المتجدد علما أن كثيرين يعتبرونه مجرد ملء فراغ في الوقت الضائع باعتبار أن أواني التسوية الحدودية والرئاسية لم ينضج بعد اشتركوا في القناة